ومتابعة لفعاليات كوب 27 من مدينة السلام من المدينة الخضراء شرمشيخ ينضم إلينا مباشرة يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري يوسف ضعني في أبرز الأحداث في هذا اليوم وما دار في أروقة المؤتمر نعم هبة من هنا من مدينة السلام مدينة شرمشيخ حيث فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 قمة التنفيذ اليوم كان يوم المياه والنوع المجتمعي يوم تضمن الشقين الرئيسيين الشق الأول تحدث عن دور المرأة في قضية تغير المناخ لما لها من عبء من تداعيات التغير المناخي من هنا كان هذا اليوم يوم المرأة في قضية تغير المناخ ومنصة تشاركية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه المرأة في هذه القضية من المعروف أن المرأة لها دور مهم في مسألة التكيف مع التغيرات المناخية المرأة داخل الأسرة هي المسؤولة عن الوعي هي المسؤولة عن ترشيد الاستهلاك هي المسؤولة عن إدارة الموارد هي المسؤولة أيضا عن إدارة أو تشكيل الوعي داخل الأسرة كان خلال هذا اليوم عرض لقصص النجاح من مختلف دول العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتسليط الضوء على دور المرأة في قضية التغير المناخي الجلسة رفيعة المستوى تناولت صوت القيادات النسائية في منقشات المناخ والتركيز على تبادل الخبرات وأيضا تسليط الضوء على كيفية استخدام التمويل المناخي لتعزيز دور المرأة ودفعها لمواجهة التغيرات المناخية أيضا من قلال الجلسات المتعددة التي تناولت الحديث عن دور المرأة في قضية التكيف مع المناخ ومواجهة التغيرات المناخية تمت الإشارة في عدد من الجلسات إلى دور المرأة في هذا المجال وخصوصا هنا في مصر حيث كان هناك تعاون بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة تم خلاله عرض قصص النجاح الملهمة من داخل عمل المرأة داخل المجتمع المصري فيما يتعلق بالتكيف مع المناخ أيضا دور المرأة تم التأكيد عليه في المستقبل المرأة كانت هي جسر تواصل ما بين أكبر مؤتمرين ترأستهما مصر في عمل البيئة وعمل المناخ المؤتمر الأول كان مؤتمر التنوع البيولوجي من 2018 إلى 2021 والمؤتمر الذي نحن بصدده الآن اليوم في هذه الأيام المرأة كان لها دور فعال انتقالا إلى الشق الآخر من هذا اليوم هو شقة الحديث عن المياه وكيفية الإدارة المستدامة لموارد المياه تم إطلاق اليوم من بادرة أويرو وهي العمل من أجل التكيف والمرونة مع تغيرات المناخية في مجال المياه بالشراكة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أيضا كان من أحد الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها اليوم من خلال جلسات شقة المياه وهي الإنذارات المبكرة وإجراءات التكيف المبكر لقطاع المياه وكيفية تنفيذ مبادرة الأمين العام العالمية للإنذار المبكر ونضرة المياه وإجراءات التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية وخاصة الجفاف فنحن نعلم جميعا أن ملف المياه من الملفات التي تتأثر كثيرا والتي تأثرت بالفعل من التغيرات المناخية وكما رأينا الجفاف في بعض الدول والفيضانات أيضا في بعض الدول الأخرى وارتفاع منصوب سطح البحر وهو ما تم التأكيد عليه أيضا في عدد من الجلسات عفوا الموضوع الذي دائما ما يناقش فيه الجلسات سواء في عدد من الموضوعات هو موضوع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما تم التأكيد عليه أيضا اليوم من خلال مناقشة ملف التنمية المستدامة لموارد المياه والتكيف المرن مع التغيرات المناخية في مجال المياه أحد الموضوعات المهمة جدا والمتعلقة بتعويض الدول المتضررة والدول الأفريقية بواجه خاص من تدعيات التغير المناخي والجفاف كان إطلاق الدرع العالمي لحماية الكوكب هذه المبادرة تحديدا كانت فكرة في الأعوام السابقة ومن هنا من قمة كوب 27 تم إطلاقها من خلال مجموعة السبع المشاركة في قمة المناخ كوب 27 برئاسة ألمانيا والتي تستهدف وصول الأموال والتعويضات بشكل سريع وآمن للدول الأفريقية التي ضربتها التغيرات المناخية هناك جلسات عدة أيضا فيما يتعلق بموضوع المياه كانت جلسة الأمن المائي والتنمية المستدامة تمت الإشارة فيها إلى مسألة تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وتحسين الأمن المائي بطريقة مستدامة وبما أن مصر هي المتحدثة باسم القرى الأفريقية في هذه القمة كانت هناك جلسة للتكيف المناخي لقطاع المياه في أفريقيا وتم تسليط ضوء فيها على قصص النجاح في القرى الأفريقية القرى الأفريقية كان لها قصص نجاح عظيمة في مجال إدارة المياه وربما كان على رأسها الري الذكي والحماية من الفيضانات وحصاد الأبطار حتى تكون نمازج ملهمة لبعض الدول الأخرى وبذلك تكون الجلسات اليوم قد أتت أكلها فيما يتعلق بكيفية مكافحة تغير المناخ من خلال تنمية المستدامة لموارد المياه في إشارة سريعة وأخيراً هبة كان كل شق ينتهي بجلسة لعرض الرسائل والتوصيات والنتائج والإعلانات الرئيسية وتحديداً في مجال المياه قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023 هذا كل ما لدينا هبة أعود إليك مرة أخرى أشكرك يوسف على هذه الصورة الوافية يوسف عبدين موفد التلفزيون المصري إلى مدينة شرم الشيخ جزيلاً شكراً